كابتن نوسيبا تطوال عادك تلاقب تقريبا 35 سنة أو 40 سنة تقريبا لعبت كورة يعني آآ كنت تميل 30 وده سؤال بجد سؤال جد يعني هل في حكم مرة مثلا قالك احنا لازم نحتوي الموقف وما بحذرش والله انت برضو عشت في الملاعجة طويل جدا وقت طويل جدا هل ده حصل بس يمكن نفهم أسانا عايزة فهم وإيه وجهة النظر في كابتن محمد عادل ان هو يطلع يتكلم ويقول لك أنا كلمت مع زميلي المساعدين وهو أتكلم مع زميلي وإنه ده وقت الإدارة لما نتيجة 3-0 ده وقت الإدارة وإنه إحنا نحتوي مش كل شوية طلع كارت أولا مبروك لجمهير النادي الأهلي مجلس إدارته اللعيبة جهاز الفني بخالي لأنه فوز تاريخي واتكتب وهيفضل يتحكي عليه يعني طول الوقت وطول العقل نتيجة كبيرة تاريخية أي أن كان نتيجة زميلي جاب 3 أهداف في الآخر أو المطش انتهى 5-3 فهو في النهاية 5 يعني الأهلي كسب زميلي 5 فده نتيجة تاريخية يعني لما تتعد في حسابات من ساعة ما النادي أنشئ حتى الآن النتيجة الوحيدة التي تعدتها لها 5-6-1 وأعتقد مرة أنا طبعا ما عشتهاش أنا في 6-1 كنت تلعب تقريبا والجيل بتاع بيبو وأنا كنت مساعد مع ميستر مانو كنت في الجهاز كنت في الجهاز لأنه برضو بيلاعب منافس قوي صحيح يعني فيه فترات من المباراة كان ممكن جدا النتيجة تتضاعف وبالذات بعد الجوني الثالث لما كانت نتيجة 3-0 وبعد 4-1 يعني النتيجة لأنه ده يعني أي حد هيجي فيه 3 أهداف 10 دقايق أنك تبقى ماتش أهل وزمالك بعد 25 دقيقة النتيجة 3-0 لصالح النادي الأهلي دي نتيجة كبيرة جدا طبعا فكان ممكن جدا يعني النادي الأهلي يزيد من الأهداف أو حتى لو ما جابش أهداف ما كانش يجي فيه جون يعني والنتيجة والموقف التاني اللي حصل سهل لنا كتير جدا بعد جون مصطفى فتحي جون الرائع اللي جابه ديانج 4-1 قاتلة لأنك أنت لما بتيجي تقوم كفرقة وتجيب جون وبعد طبعا ده جون قتل مباراة تماما يعني زمالك كان أنا كنت متأكد أهلا يكسب المباراة حتى لو جون ديانج ما جايش بس نقصد إيه كان التدى يبقى فيه شيء من بصيص الأمل بعد ما مصطفى فتحي جاب الجون أنه يدخلوا في أجواء المباراة فأنت على طول ما فيش دقيقة جبت الرابع طبعا معنوياته من النهارة يعني ففوز تاريخي فمهما بقى حد هيقول حد هيتكلم دي مش هتقلل من الإنجاز ده مهما كان يعني بالنسبة بقى لتصريحات الكابت محمد عدل رغم أن أنا شايف أنه في مجمل المباراة كان أدرها بشكل جيد بس هو يعني مش صحيح أو مش صح منه إذا أنا ما أريدش تصريحه بس أنت طبعا ده أنا سمعته لا أو سمعته لا مش صح منه أن يطلع يقول كده ما تبررش أن أنا أقول أن أنا عايز أحتوي اللقاء عشان المباراة ما تزيدش عن كده يعني حتى أنا أقول لك طبعا طبيعي الطبيعي مش صحيح لكن أفترض حتى لو فيها في نفسيتك ما تصرحش أنك تقول كده يعني يعني مش الطبيعي أو ما قالش أنه هم يعني عشان ما تزيدش لا بصراحة برضو لكن هو قال أنا أعجب لحضرتك التصريح اللقاء لما حالك بس كامل وأنا أعجب لحالك التصريح كامل برضو عشان نبقى قيلينه من على لسانه برضو يعني رغم أننا شايفوا أنه كان عنده ثبات وفي معظم اللقاء أدى بشكل كويس باستثناء موقفين أو ثلاثة كانوا ممكن جدا فعلا يغيروا في نتيجة اللقاء اللي هي طبعا ما فيش انظر للمسلوسي بعد الكرة بتاعت ضربة الجزاء لعمر السلية دي غريبة شوية مثلا دي غريبة آه دي غريبة مرضو كرة بتاعت اهو التصريح اهو شعرت بتوط بتوط اللعب الزمالك ليس من التحكيم ولكن من النتيجة الكبيرة في السماعات مع الزملاء كنت بقولهم دلوقتي احنا في مرحلة الإدارة سهل جدا ان اي حد يعمل اي حاجة كارت في كارت وطرد ويبقى انت لم تحتوي اللعبين